ومن تواصل معكم مشاهدينا وحديث الشارع الأردني يمكن واللي بهم من ناس وشريحة كبيرة من الناس وكان في إلها انعكاساتها حول تراجع وانخفاض أسعار النفط بنسبة عالميا بنسبة 50% طبعا هذا الانعكاس وهذا الانخفاض كان فيه إلو أثر الملموس على المواطن نفسه على جيب المواطن في التعامل مع مشتقات النفط وبالتالي أيضا إلو انعكاساته على الحكومية على كله يمكن أكيد أنا مش مخولة في الحديث حول هذا الموضوع فضيف الكريم هو خبير ومستشار اقتصادي الأستاذ مازن رشيد أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم أهلين أهلا أستاذ مازن يمكن زي ما حكيت في البداية أنه نسبة الانخفاض كانت نسبة عالميا انخفاضه بعد سنوات طويلة من الارتفاع في النفط انخفض مرة واحدة بنسبة 50% عالميا كنا منحكي براء الكاميرا فبتحكي لي احنا في الأردن 30% خفض لحد الآن صحيح لحد الآن الآن يمكن الناس ما بتعرف شو الأسباب اللي أدت إلى هذا الانخفاض حضرتك محلل ومستشار اقتصادي وإلك فعال طويل في هذا الموضوع الآن ما هي الأسباب هل هي اقتصادية بحتة أم كان للظروف السياسية والأمنية في إلهدور في هذا الانخفاض الواضح نعم يعني هلأ مثل ما ذكرت في سؤالك هلأ دائما أي فعل له ردود فعل أخرى الحقيقة حتى لو كان فعل اقتصادي رح يكون له انعكاسات اقتصادية عالميا ممكن يكون له انعكاسات حتى على الصعيد السياسي لكن أول ما بدأت الحقيقة احنا دائما مجالس الأردنيين حتى الآن في الفترة الأخيرة دائما بتحدثوا أو صاروا يتابعوا أسعار البترول خصوصا بآخر ستة شهر الحقيقة مع التراجع الكبير مثل ما ذكرت حوالي خمسين بالمئة في أقل من أربعة شهور تقريبا طبعا احنا بنعرف أنه عوامل الاقتصاد من عرض وطلب بتأثر على أي سلعة مش بس النفط بتأثر على سلع أولية حتى الدهب والفضة والروز إذا بدك وكل الأمور اللي منعرف كسلع وخدمات فبالتالي اللي حصل الحقيقة أنه كان هناك مبالغة بالامدادات والإنتاج العالمي ابتداءة من العام بداية العام الماضي الحقيقة خصوصا من النفط يعني عملية استخراج النفط من ما يسمى الآن النفط الصخري في الولايات المتحدة وبدأت طبعا عملية التقنية الحديثة الحقيقة بدءا من عام 2008 واستمرت بعد ذلك بشكل كبير كانت الولايات المتحدة الحقيقة بتنتج حوالي 200 ألف برميل يومي قبل حوالي أربع سنوات الآن بنتكلم عن 9 مليون برميل يومي والتالي كان هناك فائض كبير من الإمدادات أثرت على عوامل العرض والطلب بشكل كبير وتراجعت طبعا اللي منع يكون تراجع منذ بدايات العام الماضي الحقيقة كان فيما نعرف أزمات جيوسياسية في المنطقة سواء في منطقة الشرق الأوسط ليبيا والعراق وكلها أعضاء في منظمة أوبيك لم تتأثر الأسعار حتى أيضا فيما تعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا نحن نعرف أن روسيا أيضا من الدول الكبرى اللي بتنتج النفط والغاز أيضا إلى أوروبا وإلى جميع أنحاء العالم لم تتأثر كان في مواضيع جيوسياسية هي الأثرت على بقاء أسعار البترول مرتفعة فوق مستوى المئة دولار خلال الثلاثة أعوام لكن مع تقلص التوقعات أن هذه الأزمات السياسية لا سيكون لها تداعيات كبيرة على المدادات لاحظنا بدأت تتراجع بشكل كبير بدءا من الصيف الماضي حتى الآن بالأمس تتراجعت وسط إلى 53 دولار فيما تعلق بأسعار برينت وأنا نتكلم أن هناك فيه تراجعات هناك الحكومة الأردنية ستقوم بعملية دراسة جديدة وطبعا العملية للتراجع الأخير فيما تعلق بالمحروقات المحلية ما بين 12 إلى 15% قبل يومين كمان ستكون مرشحة أن تتراجع بنفس النسبة تقريبا خلال الشهرين القادمين نحن نحكي أنه رح يكون فيه استمرار في هذا الهبوط وكيف رح نستغله يعني نستغل الوضع الحالي لكن كمان نحن رح نحكي على لأنه المواطن هو اللي بهمنا في هذا الموضوع لكن فيه إنعكاسات على خزينة الدولة وأنا كنت أسألك برى الكاميرا هل من مصلحة الحكومة الأردنية هذا التخفيض الواضح؟ على المواطن أكيد يعني عملية التخفيض الحقيقة حتى الآن نحن ذكرنا أنه آلية احتساب سعر برميل البترول هي تأخذ بعملية المتوسط الحسابي الحقيقة خلال الشهر اللي قبله وبالتالي تأثيره على أسعار البترول محليا رح يكون بنهاية الشهر ونحن نعرف كيف آلية الحسبة على أساس أسعار برينت اللي هو برميل القياس العالمي المعروف فيه في أسواق الطاقة العالمية طبعا من مصلحة الحكومة نكون هنا لك تراجع على أسعار البترول لعدة أسباب الحقيقة يعني أولا بتعطي بترجع وبتعزز الثقة المواطن الأردني بشفافية الحكومة بيخلي الثقة تكون قوية أيضا مع الحكومة بشكل عام في اتخاذ هذه القرارات المهمة والتي تمس المواطن الأردني أيضا تعطي نوع من تعزيز الاقتصاد يعني النشاط الاقتصادي بشكل عام بحاجة إلى يكون هناك وفر فيما يتم وفر من الطاقة بشكل عام في تراجع الأسعار صحيح يكون هناك عملية توفير للأفراد بشكل عام لكن أيضا هذه عملية التوفير أكيد المواطن رح يحطها في مجالات أخرى في البلد وبالتالي رح تعزز من النشاط الاقتصادي وحكومة مصلحة الحكومة أيضا أنه تعزز هذا النشاط الاقتصادي عن طريق توفير مصروفات الطاقة على الأفراد بشكل عام حتى على الخزينة الحكومية نعم طيب على الخزينة الأردنية بالتحديد ومدى تأثيره بالنسبة للخزينة الأردنية ونحن نعرف أستاذ ماذن بأن الأردنية استورد النفط من الخارج صحيح الآن في ظل هذا الموضوع كيف ممكن ننقيس الأمور بالنسبة نحن نستورد النفط من الخارج وبالتالي نخفضه على المواطن بالزبط طبعا من يوم تم رفع الدعم على المحروقات أصبحت تباع جميع أنواع المحروقات بسعر التكلفة كما أوضحها الدكتور رئيس الوزراء عبدالله نصورة تحدث أنه تباع بكلفة وبالتالي لا يجد مصلحة حاليا أنه يتم رفع الأسعار طبعا نحن نعرف أنه الاقتصاد الأردني عانى خلال الأربع سنوات الماضية من ارتفاع أسعار البترول متوسط الأسعار خلال الثلاثة أعوام الماضية كانت حول مئة وخمس دولارات الآن نتكلم عن 53 و 54 أكثر من النصف تقريبا عانينا فيما يتعلق بتفاقم العجز يعني عنا في عنا العجز التجاري ثلث هذا المستوردات الأردن الحقيقة عبارة عن طاقة يعني 33% أو حوالي 30 إلى 33% عبارة عن مستوردات بالطاقة نتيجة ارتفاع الكلفة النفطية على الخزينة الأردنية أدى ذلك طبعا من أجل تغطية العجز التجاري الموجود لم يكن هناك بدائل كبيرة الحقيقة على الحقيقة وهو الاستدانة وسمعنا نحن لاحظنا أنه كيف يعني مستويات الدين العام ارتفع بشكل كبير الحقيقة نتيجة يعني السبب الرئيسي كان في ذلك هو ارتفاع الفاتورة النفطية خلال أربع أعوام متوارية الحقيقة الآن من المفترض أنه مع تراجع الحاد الحاصل في أسعار النفط أنه تخفف الضغوط على الموارد المالية في الخزينة تخفف يعني من عملية الاستدانة من الخارج بشكل كبير احنا وصلنا مستويات قياسية فيما يتعلق بيئة دين العام 29 مليار دولار تقريبا بعدما كنا نسبة مرتفعة بعدما كانت 15 قبل أربع عوام تحكي عن ضعفة مستويات الديون نتيجة طبعا انقطاع الغاز المصري واضطرار الحكومي لاستيراد النفط طبعا الثقيل المكلف وبأسعار عالمية كل هذا طبعا أدى إلى تفاقم العجز وتفاقم مستويات الديون إن شاء الله أنه طبعا كلما طالت مدة تراجع الأسعار النفط كلما كانت الفائدة أكبر سواء كانت على الأفراد أو حتى على خزينة الدولة بدلا من الاستدانة ولتغطية العجز الموجود في الاتبادل التجاري كم حل الاقتصادي وأيضا مستشار اقتصادي توقعاتك للأمان في ظل الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية فيها العالم والمناطق المحيطة فينا هل سيكون هناك استمرار في الهبوط ولا هي فترة ورح يعاود يرتفع مرة تانية يعني احنا كمان هذا سؤال مهم وتم طرحه قبل حوالي ست سنوات عندما كانت أسعار البترول أيضا أعلى من مستويات المية وخمسة وصل إلى المية وخمسين نعم عام 2008 نعم وتراجع إلى مستويات ما دون الخمسين دولار لكن فيه قرارات كان حين ذاك الحقيقة كان قرار منظمة أوبك بتقليص الإنتاج ساعدت الأسعار من جليل للارتفاع احنا ما بدنا نكون أسرى لأسعار البترول ارتفاعا أو ببوطا لجب أن يكون احنا طبعا لنا مشارينا الخاص وبالفعل فيه عندنا احنا مشاريع موجودة على أرض الواقع فيما تعلق بيئة الطاقة المتجددة شهر مارس الماضي الحقيقة هل الاتجاه لها عم بيصير؟ عم بيصير اتجاه واضح الحقيقة عن حزمة من المشاريع ثمانية مشاريع بشهر مارس الماضي من أصل 12 مشروع له علاقة بالطاقة المتجددة طاقة الشمس الرياح كلها طبعا بتساهم أنه نبعد اعتمادنا على تحركات أسعار البرميل النفط يعني على مدى العقود الماضية اعتمادنا بشكل كبير على تحرك هذا الأسعار النفط وبالتالي احنا لاحظنا أنه خلال الأعوام الثلاث الماضية هناك توجه واضح أنه نعتمد على مصادر الطاقة المتجددة المتواجدة في الأردن بشكل كبير سواء كان شمس أو رياح أو حتى طاقة نووية طبعا يتم دراستها بشكل كبير بما أنه خام اليوراني متوافر بشكل كبير أيضا في الأردن طبعا هيك عن غير الطاقة المتجددة اللي نتكلم عنها هناك طاقة بديلة المتعلقة بالصخر الزيتي وسمعنا قبل أكتوبر الماضي الحقيقة عن افتتاح مشاريع ضخمة بالمشاركة مع القطاع الخاص بالشراكة مع جمهورية أستونيا إقابة مشاريع كبرى تكون بديل نحن عم نعرف أنه لدينا من الصخر الزيتي ما يكفي لتسعمائة عام وبالتالي حان الوقت الحقيقي بالرغم من التراجع اللي حصل على أسعار البترول والفائد اللي ممكن نستفيد منها لكن يجب أن تستمر عملية التوجه نحو الطاقة المتجددة والطاقة البديلة بدل ما يكون فقط 97% من اعتماد الأردن على الطاقة هي عبارة عن طاقة إحفورية مرتبطة بالنفط أكيد هذا هلا تحدي للأردن فيما يتعلق بالطاقة البديلة والمتجددة لكن الآن أنا سؤالي اللي بدي أختم فيه حوارنا المواطن الآن شو دوره إحنا كيف نستغل هذا الهبوط وحتى أنه نخطط للمرحلة اللي قادمة كيفية الآن تعامل المواطن مع هذا الهبوط صحيح أنا في حلقات سابقة لاحظت أنه استضفت أكثر من مرة الحقيقة فيما يتعلق بموارد الطاقة اللي حكينا فيه المتجددة طاقة الشمس أنه نحن هلأ منعرف عن تسخين المياه عن طريق الطاقة الشمسية بالضبط حان الوقت أيضا أنه مش بس يكون تسخين المياه ولكن أيضا كهرباء المنزل كله يكون عن طريق في دول الحقيقة مثل بريطانيا مثلا تحسدنا أنه إحنا 350 يوم أو 300 يوم مشمس 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 صحيح ما عندنا نفط لكن عندنا موارد أخرى أكيد رح تكون إلها فائدة كبيرة على الأفراد إذا تم استغلالها إذا أعتقد إحنا مثل ما ذكرت لك أنه بالفعل بدأنا باستغلال هذه الموارد الموجودة الموارد الطبيعية مش بس نفط وغاز هي أيضا شمس هي أيضا رياح هي أيضا سخر زيتي يورانيوم الدكتور خالد طوقان تحدث قبل شهر أنه لدينا ما يكفي من اليورانيوم ليست حاجتنا لتسعين عام في توليد الطاقة الكهربائية وتحدث أيضا مسؤولين معروفين الحقيقة في الحكومة الأردنية أنهم لدينا ما يكفي من الصخر الزيتي ما يكفي لتسعمائة عام وبالتالي لدينا موارد ممكن نستفيد منها خلال السنوات السنوات والعقود القادمة إن شاء الله أنا بدي أحييك الأستاذ مازين رشيد الخبير والمستشار الاقتصادي أهلا وسهلا فيك والله يعطيك العافية الله عافيكم شكرا لكم